جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي طلاب العزاء طلاب يجي إلى 2006 الأبطال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نستمر في شرح قاعدة الاشتقاق نكمل على الأشي اللي حكينا المرة الماضية المرة الماضية حنا ما حكينا شيء صعب على فكرة بس أنا إذا بتذكر طلب منك أنك تحفظهم نحن كل اللي حكينا المرة الماضية حكينا بالدياك تكون عارف النعون سوفيكسز تعرفهم تميزهم بطريقة أو بأخرى والسوفيكسز اللي بدلوا على الادجكتف مع الشوات تابعونهم إذا بتذكر وكمان بالدياك تعرف طبعا الظرف الواي ما فيش فيها مشكلة والمقاطع اللي بدلوا على الفعل صح؟ هذول لازم تكون عارفهم واتفقنا أنا إياك في النهاية إنه أي كلمة مثلا ما انتهت بمقطع من مقاطع الاسم ولا انتهت بمقطع من مقاطع الصفة ولا الواي وما كانت من كلمات الأساسية اللي اتفقنا نسميها رابع جين بتكون فعل اتفقنا على حكيهات صح؟ يريت إنك تلقي نظرة على الكلمات الأساسية اللي بصفحة 21 عشان بس أمورنا تكون تحت السيطرة أنا بالحصة الماضية قلت لك بالماضي واللي قبلها قلت لك مش راح أجيب بصيرة الفراغ شو بده صح؟ اليوم إن شاء الله سنبدأ الخطوة الأولى إنه إحنا نحدد الفراغ شو بده كيف أنا أحدد الفراغ شو بده هل بده ناون؟ بده verb؟ بده adjective؟ بده adverb؟ تمام؟ نقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أول إشي عندي كيف نحدد الاسم؟ بدي أحدد أنا وياك الاسم مبدئياً بدنا نشتر على الاسم كيف نحدد الاسم؟ تمام؟ how to determine nouns في عندي بس ملاحظة كثير مهمة بدي إياك تنتبه لها الله يا ربي يستر بيتك ويغضى عليك ملاحظة عامة عامة بقصد على كل الاشتقاق أهمة جداً كثير بتهمني على موضوع الاشتقاق اقرأ شو مكتوب في سؤال الاشتقاق احنا حكينا المرة ماضية أنا كيف أحدد إنه هذا السؤال الضع دائرة هو على الاشتقاق صح؟ في سؤال الاشتقاق إذا كان بعد الفراغ مباشرة اسم عندي فراغ وبعد الفراغ بالضبط لقيت اسم تمام؟ نضع في الفراغ صفة معناته أنا هاي عندي فراغ وبعد الفراغ هنا كان عندي noun أنا تلقائياً بالفراغ شو بدي أحط؟ بدي أحط adjective مهما كان قبل الفراغ أوكي هاي القاعدة لكن إن إنجليش ما في قاعدة مطلقة لابد أن يكون في حالات خاصة إلا بحالة وحدة بس لازم تعرف هذا الاستثناء إلا بحالة وحدة شو هي حالة؟ إذا كان الفراغ يتطلب فعل إذا الفراغ بحسب ما قبله بده فعل؟ لا والله بالحال هاي ببدي الفعل على الصفة وبحط بالفراغ فعل تمام؟ أبديك تفهمها نظرياً إحنا كمان شوي رح نحكي التفاصيل وأوضح لك الصورة كاملة لكن نظرياً أبديك تكون عارف أنا عندي فراغ بعد الفراغ بالضبط أنا لقيت اسم أنا معناته منطقياً أنا بدي بالفراغ صفة إلا بحالة وحدة إذا الفراغ بحسب ما قبله الفراغ بحسب اللي قبله بده فعل لا والله بختار الفعل وبختارش الصفة كلام واضح كمان شوي يعني ندخل بهاي التفاصيل وبهاي الحيثيات لكن هاي فكرة بديك تظلك أنت متذكرها فراغ القينا بعد الفراغ بتضبط اسم أنا تلقائياً أنا بدي صفة إلا بس بحالة وحدة إذا هالفراغ بحسب ما قبله بده فعل لا والله ببدي الفعل على الصفة وبختار الفعل تمام كمان شوي بنشوف تفاصيلها هاي طيب هس أنا عشان أحدد الفراغ أنا بدي أحدد الفراغ هسا إحنا حصت اليوم وبكرة وبعده وبعده بنا نشتر على الفراغ أنا كيف أحدد الفراغ تمام هس أنا عشان أحدد الفراغ بس أعطيك هيك تصور معين هاي الفراغ أنا عشان أحدد الفراغ شو بده أنا بهمني اللي بهمني أول إشي قبله أول إشي قبله أول إشي مش أول كلمة بجوز هالإشي يكون نقطة بجوز فاصلة بجوز حرف أول إشي قبله وبهمني أول إشي بعده أنا هذا اللي بهمني على فكرة سؤال الاشتقاق أنا هذا اللي بهمني أول إشي قبل الفراغ وأول إشي بعد الفراغ إذا سيطرت على هاي اللي قبل الفراغ بالضبط واللي بعد الفراغ بالضبط أنا سيطرت على الفراغ وبالتالي سيطرت على سؤال الاشتقاق وبالتالي أخذت علامة علامة كابلة تمام بهمني أول إشي قبل الفراغ وأول إشي بعد الفراغ تمام عشان هيك أنا تلقائيا دايما لما أروح أحل أي سؤال اشتقاق لما بدي أحله عينك خلي هاي بس الفكرة أبالله موجودة عندك عينك دايما مبدئيا خلي عينك بعد الفراغ إذا لقيت اسم بعد الفراغ زي ما حكينا قبل شوي أنا بدي صفة طبعا إلا إذا الفراغ بحسب اللي قبله بديه فعل لا باختار فعل إذا ما بديه فعل لا والله بثبتها الصفة وصلى الله وبرك تمام في عندي شوية حالات عشان أحدد الاسم أنا هون عندي كيف نحدد الاسم عندي سبع حالات والسبع حالات بشبه بعض يعني إذا فهمت الأولى تفهم الثالث والرابع والخمسة تكرار بس بس يعني قضية تكرار مش أكثر يعني إذا فهمت الأولى تفهم الباقيات وكلهم نفس السلافة نفس القصة تمام طلع أول حالة بعد الذا والآ والآن طبعا عارفين هذول اسمهم الارتكولز هذول اسمهم الارتكولز أدوات التعريف والتنكير معناته بعد الذا والآ والآن أصب المنطق الذا بدها اسم أكيد والآ بدها اسم والآن أكيد بدها اسم صح؟ وبالتالي دائما لقيت قبل الفراغ ذا والآ والآن معنات هنا بدي نعون تمام؟ لكن في لها الشرط خلين نقرأ الشرط اللي هون طبعا شو مكتوب؟ بشرط عدم وجود اسم إنه ما يكون اسم ولا صفة لا اسم ولا صفة بس ركز معي الأمور سهلة عافية الله متركز معي بعدم بشرط عدم وجود لا اسم ولا صفة بعد الفراغ مباشرة أنا عشان بدي اسم ما يكونش بعد الفراغ لا اسم ولا يكون صفة طب أخي الكريم إذا لقينا اسم أنا بعد الفراغ لقيت اسم ما هسا قلنا إذا لقينا اسم بحط صفة صح؟ إذا لقيت اسم بدي صفة طب وإذا لقينا الصفة بحط ظرف كلامي واضح يعني بعد الذا والآ والآن هاي عندي فراغ وقبل ذا والآ والآن أنا شو بدي هون؟ أنا هون منطقيا بدي اسم بعد الذا بدي اسم صح؟ لكن إذا أصلا كان اسم هنا أنا ما بدي اسم مع اسم هنا الاسم موجود شو الاشي اللي بوصف الاسم الاشي اللي بيعمل موديفكيشن لهذا النون اللي هو الادجكتف وبالتالي إذا لقيت اسم بحط صفة طب وإذا لقيت هاي الصفة هون بحط أدفرب بحط أدفرب تمام؟ أوضح أنه إياك الصورة مع أمثلة بيكون وضع أفضل طلالي بالله هالمثال واحد يقول I must buy the فراغ which I saw you today طيب نشوف شو ورانا عشان طبعا مش حط لك خيارات الخيارات خاز بتقول اسم فعل صفة ظرف مش حط لك خيارات انت من الخيارات بسيطة يعني من الخيارات الموجودة مثلا بدنا اسم تقدر تختار الاسم بدك صفة بتقدر تختار الصفة من المقاطع اللي حكيناها عشاني طلع ليه هالفراغ شو في قبله ذا طلع الذا شو بدها الذا بدها ناون مش الذا هسا حكيناها من الارتكولز اللي بدها اسم إذن الذا بدها ناون آه بس أنا ما مكتفي مش خلص مباشرة بروح مختاري الاسم لا لسه في خطوة ثانية بكتسويها أنا بدي ناون بس بهمني أول كلمة بعد الفراغ هاي هاي لا تكون ناون ولا تكون أدجكتف وشو ما تكون تكون مهم مش ناون ومش آدجكتف تمام يا أخي الكريم هالكلمة توجي هي ناون هل انتهت بمقطع ناون يا زلم والله عفوكرا هاي ضمير وصل هو بالتالي أكيد مش ناون طيب هل انتهت بمقطع آدجكتف برضو لا معناته هاي لا هي ناون ولا آدجكتف كونها مش ناون ومش آدجكتف معتوه أنا بثبت الناون انتهت الموضوع مباشرة خلاص بروع على الخيارات اللي معطيني إياهم الناون بنتش هلتش إجابتي خلاص طلعت صحيحة ودقيقة ونهائية شوف الثانية بالله جملة 18 نفس الجملة بس أنا غيرت عليها نفس القصة شوف بقدر أحلها أنا على السريع هاي الفراغ شو بعده اسم كونه اسم معناته أنا بدي صفة هل الذى بدها فعل مثلا بديش احكي مرحلة هاي لنحنا نفسنا نحن نحكي ناش الاشياء اللي بدها فعل فهم ليش أنا بدي أجل قصة اني أشترا اللي بعد الفراغ إذا في اسم بدي أحط صفة اللي إذا في الفراغ بده فعل نفسنا نحن نحنا نحن نحكي ناش شو الأشياء اللي بتحتاج فعل والخط الصورة طلح حون شوف يا يعندي هون أنا هاي عندي Thus الذى شو بدها إذا بدها ناؤن الأصل إذا بدها اسم لكن كار شو هي؟ كار هي اسم أنا بدي اسم وفي اسم طب اسم مع اسم إذا وجدنا اسم شو بنحط صفة اسم مع اسم شو بحولها؟ إذا من الخيارات بروح بختار الصفة تمام؟ مثال 19 نفس الجملة غيرت علي هايشي I must buy the expensive car which I saw yesterday هاي عندي الذا الذا شو بدها؟ الذا من الارتكلز محددات اسم اللي بدها ناؤن تمام؟ بس لسا قصة ما خلصت بتطلع بعد الفراغ شو عندي؟ يا جماعة الخير المقطع IVE شو هو؟ هذا مقطع adjective وبالتالي هاي الكلمة هي adjective راحظ أنا بدي ناؤن وفي عندي adjective كونه بدي ناؤن وفيه adjective معناته أنا بدي أعمل موديفكيشن لهذا الادجكتب بدي أعمل وصف لهذا الادجكتب يا جماعة شو اللي بيعمل موديفكيشن للادجكتب اللي هو الادفرب وبالتالي كونه بدي ناؤن وعندي adjective بحولها الادفرب وبروح على الخيارات بنتش ال ال y والله أعطيك الصحة كمام؟ كمان مثال كمان مثال أوضح الصور أكثر مس فرح is a فراغ who lives in a building هاي عندي a يا جماعة ال a شو بدها؟ ال a من ال articles وبالتالي a بدها أصلا بدها noun الأصل لكن اتطلع لي بعد الفراغ شو في عندي بعد الفراغ؟ عندي who يا جماعة الخير كلمة who هل هي noun؟ جاوبني جاوبني لا هل هي adjective؟ لا كيف عرفت؟ المقاطع احنا الحسطين اللي قبل لويش اخذنا المقاطع كنا نتسلة يعني احنا احنا ما كنت ضيع وقت انا من المقاطع بقدر احدد ان هاي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb شك وبالتالي انا بدي noun وهاي لا هي noun ولا هي adjective خلاص انا بثبت النون انتهى من الخيارات بختار النون وصلى الله وبارك شو بالله واحد وعشرين مسفرح is a فراغ teacher who lives in a building هاي عندي a ال a شو بدها؟ ال a بدها noun منطقيا شوف انا بس معلومة صغيرة بعد ما هاي الاولة اللي قبل الفراغ احدد شو بدي؟ يعني احدد لي ال a حددت لي بدها noun صح؟ انتهى دورها خلاص ال a قالت لي بدها noun انتهى دورها خلاص اذا شو بدها noun انتهى دورها ما بتلزمني خلاص انا بس مصلحة مصلحة انا علاقتي محها علاقة مصلحة بعد ما تحدد لي انه بدها noun خلاص دورها خلاص الله يعطيها الصحة ولا كأنها موجودة بتلزمنيش اصلا تمام؟ اذا انا بدي noun انتهى دورها طلع لي بعد الفراغ شو جي بعد الفراغ؟ teacher teacher اللي هي noun صح؟ مليار وبالتالي هي noun طب انا بدي noun وفي noun ما بدي noun اين انا ورا بعض وبالتالي كونه انا بدي noun وفي noun ما تبدا تخلص من واحد هذا مقدش تتخلص منه هذا بالجملة الاصلية اذا هاي بشيلها شو اللي هيش اللي بيعمل modification لل noun كونه بدي noun وفي noun بتروح معي مباشرة adjective بروح على الخيارات بختار adjective صورة واضحة كمان مثال مس فرح is an creative teacher who lives in a building هاي عندي الان الان يا جماعة الخير شو بدها؟ بدها noun انتهى دورها خلص ما بتلزمني انا بس بستفيد منها تحددلي الفراغ شو بده؟ حددتلي الله يعطيها الصحة تروح كفي انا بدي noun طلع لي بعد الفراغ اي في اي يعني adjective طب انا بدي noun وفي عندي adjective لما يكون بدي noun وفي adjective مباشرة بدون تفكير بحول لadverb بختار الadverb من الخيارات بختار الadverb الصورة اعتقد صارت مكتملة وواضحة طلع هذا الحكي اللي حكيتو هون بعد ذا والا والان انا شو بدي؟ انا بدي noun صح؟ لكن بشرط بشرط انه بعد الفراغ ما يكون اسم ولا صفة طب اذا لقيت اسم وانا بدي اسم وفي اسم انا بدي اسمين شو بدي فيهم؟ احنا في حالي كمان شوي بنحكي ما يكون اسمين ورا بعض الكلوكيشن بعدين بحكي لك عنهم بالتفصيل مش مستعجل عليهم انا تمام؟ لكن انا بدي noun وفي noun كونه في noun خلاص معناته انا بحول لمين؟ لصفة طب اذا بدي noun وفي adjective خلاص بتروح معي مباشرة adverb بختار الadverb وهذا الاشي اللي طبقناه هون تمام؟ هي اول حالة اللي هي بعد الذا والا والان حالة الثانية نفس القصة ولا اشي بفرق طلع ثانية بعد اسماء الاشارة ان انجليش بسمهم demonstratives demonstratives اسماء الاشارة لو ما في الشغير this that these those ان ان انجليش في الشغير هدولة this that these those بالمنطق بعد اسماء الاشارة كمان بدي يكون noun واذا في noun بعد الفراغ بالضبط بتروح adjective طب اذا في adjective بتروح adverb نفس السلافة نفس القصة ولا اشي مختلف تمام؟ طلع لي هالمثال واحد بيقول I will buy this فراغ because it contains useful information هي عندي this اسم اشارة صح؟ اللي شو بدها؟ بدها noun انتهى دورها خاص ما بتلزمني انتهى دورها خلاص انا بدي noun طلع لي على الكلمة هاي هل هي noun؟ كلمة because noun؟ طبعا لا ها قدت رابط هاي هل هي adjective؟ طبعا لا إذا لا هي noun ولا adjective انا كيف بعرف؟ من المقاطع اللي احفظناهم وبالتالي هاي لا هي noun ولا adjective بعد ذلك بثبت النوم انتهى الموضوع من الخيارات الموجودة بختار النوم بنتشها نتش النوم تمام؟ شو اللي جمل بعدها I will buy this for a book because it contains useful information هاي عندي this نفس القصة محدد اسم اللي هو من اسماء الاشارة اللي شو بده؟ بده noun صح؟ انتهى دورها بتطلحون كلمة book هالكلمة book هي noun؟ او والله noun كلمات الرابع جين وبالتالي noun أنا بدي noun وفي noun طيب noun مع noun بتروح معي adjective بختار adjective من الخيارات تمام؟ هكذا القصة كثير سهلة شو اللي بعدها؟ I will buy this for a important book because it contains useful information نفس القصة هاي this اللي شو بدها؟ لأصل بدها noun انتهى دورها بساطة الأمور بسيطة على فكرة أنا بدي noun بتطلع بعد الفراغ لازم أشوف أنا اللي بعد الفراغ important ant اللي هي adjective طبعا أنا بدي noun وفي عندي adjective بتروح معي adverb إذن على السريع من الخيارات بختار ال-adverb الكلام واضع فكرة ما اختلفت أسماء الإشارة عن ذا والآ والآ والآن ال-articles نفس ال-demonstratives ما فرقت كله نفس السلافة وليسا اللي بعديهم نفس الإشي كمان just repetition هي بس قضية تكرار بس مش أكثر طلع اللي بعديها بله الحالة الثالثة طلع بعد أس الملكية هاي يعني فيه ناس بخربطوا فيها أس الملكية أو بنعجقوا شو هي أس الملكية عزيزي أس الملكية يعني possessive S في الإنجليش اسمها possessive أس حسنا كيف بميز أنه هاي الأس اسمها أس ملكية عزيزي أس الملكية عشان تكون أس ملكية لازم فيه عندي فاصلة علوية apostrophe لازم يكون فيه apostrophe طلع ال-apostrophe يا بتكون بعد الأس ما عندي مشكلة يا بتكون قبل الأس أنا ما عندي مشكلة في الموضوع طبعا هي من حيث المعنى بتفرج أكيد لما تكون ال-apostrophe بعد الأس بيكون جمع لما تكون قبل الأس بيكون مفرد بس أنا كاشتقاق ما عندي مشكلة في الموضوع سواء مفرد جمع جمع مفرد ما عندي مشكلة هم بدأ يسم أنا هذا اللي بهمني في الموضوع تمام؟ هاي أول شرط واثنين تكون مرتبطة مع اسم تكون ملزقة مع اسم يعني لو جيت قلت لك هاي بالله هاي 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 اسم الكية هاي apostrophe فاصلة وهي اس اسم الكية هاي لا يا عزيزي لسبب إنه هاي الاس مرتبطة مع مين؟ مع ضمير ممنوع تكون مرتبطة مع ضمير هاي بتكون he is أو he has هاي مش اسم الكية إحنا عشان تكون اسم الكية لازم فاصلة هاي أول شرط و و شرط ثاني تكون مرتصلة مع اسم يلا قلت لك هيك علز car هاي فاصلة واس أوكي مرتبطة مع مين؟ مع اسم آه هاي اسم الكية وضحط الصورة صح؟ طيب بالمنطق داما بعد اسم الكية أنا شو بدي؟ أنا بدي ناون طيب وإذا فيه ناون يجب ما والله نفس القصة بحط adjective طيب وإذا فيه adjective بعد الفراغ خلص بتروح معي adverb بدهاش قصة يعني سلسلة واحدة طلع لي هالمثال 26 نحل أنه ياك سؤال هذا الاشتخاق هاي اس الملكية صح؟ مش هيفاصلة واس ومرتبطة مع اسم اسم الكية اللي شو بدها؟ أكيد بدها ناون انتهى دورها خلص انتهى دورها مصلحة يا رجال وبالتالي هاي بدي ناون لكن القصة لسا ما خلصت بتطلع بعد الفراغ عندي of يا جماعة الخير الof هل هي ناون؟ أنا بدي أول إشي بعد الفراغ هالكلمة of هي ناون؟ طبعا لا حرف الجال أصلا هالكلمة of هي adjective؟ لا كونه لا لا هي ناون ولا adjective معتو بثبت الناون من الخيارات بروح بختار الناون تمام؟ طلعا بعد يا برضو نفس القصة اسم الكية اللي شو بدها؟ بدها ناون انتهى دورها تمام؟ هسا بطلع بعد الفراغ طلعا شو عندي assessment أساسم عافيك انا في طالب يعني في ممكن طلاب يطلع وقولك ايه استاذ هاي adjective لانها ENT عزيزي احنا اتفقنا المقطع كامل اسمه M-E-N-T 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 منت صح ENT بس قبلها M يعني ناون لو ما في م اه بتكون adjective كلامي واضح هاي منت مع الام منت هذا كله هذا كله ناون وبالتالي انا بدي ناون وهي ناون طب ناون مع ناون بتروح معي adjective اذا بختار الادجكتف وبأريحية تمام؟ من الخيارات بانتشها الادجكتف مش قصة صعبة شو بعدي هاي اس الملكيه نفس السلافة اللي بدها ناون انتهى دورها طلعا علي بعض الفراغ continuous O-U-S O-U-S يعني adjective وابتالي انا بدي ناون وعندي adjective بدون تفكير بتروح معي adverb بختار الادرب رحب نفس النقط النقطين اللي فوق ولا اشي اختلف صح النقطة الرابعة بعد صفات الملكية بس معلومة صغيرة الله يرب يرضى عليكم هذول اسمهم صفات ملكية اسمهم possessive adjectives اسمهم possessive adjectives ما اسمهم ضمائر الملكية الله يرب يرضى عليك بس يعني عشان الترمنولوجي تبعا يكون مضبوط ما اسمهم possessive pronouns ناو هذول اسمهم possessive adjectives عفين شو هم possessive pronouns؟ لما احكي مثلا mine, yours, ours, theirs, hairs, its هذول possessive pronouns لكن هذول هذول اسمهم possessive adjectives المهم بعد صفات الملكية انا لازم يكون عندي ناو اكيد لما احكي لك مثلا ماي ايش انا لازم يكون في ناوان هذول اسمهم possessive adjectives لازم يجيب عديهم ناوان ونفس القصة اذا لقيت بعد الفراغ ناوان تروح adjective اذا لقيت adjective تروح adverb نفس القصة ولا اشي جديد طلع عليها المثال 29 هذ فراغ of the patient made him popular هذول هذول صفات ملكية اللي شو بدها؟ بدها ناوان انتهى دورها مصلحة انتهى دورها؟ خلص بتلزمنيش بتطلع بعد الفراغ هالكلمة of هي ناوان؟ لا هل هي adjective؟ لا بثبت الناوان خلص من الخيارات بنتش الناوان نتش وصلى الله وبارك شف اللي بعديها؟ هذول هذول اللي شو بدها؟ اللي بدها ناوان صح؟ طلع علي بعد الفراغ اجي عندي treatment برضو ment يعني ناوان طب انا بدي ناوان وفي ناوان ناوان مع ناوان بتروح معي adjective اذا نعى السريع من الخيارات بختار ال adjective كلامي واضح ابو حمز يفهم علي؟ معلم شو باللي بعديها؟ هذ فراغ careful treatment of the patient made him popular هذول هذول صفة ملكية شو بدها؟ ناوان انتهى دورها طلع علي بعد الفراغ عندي careful full full يعني adjective اذا انا بدي ناوان وفيه adjective كونه بدي ناوان وفيه adjective مباشرة بدون تفكير بتروح معي adverb لاحظ ما فيه شي جديد النقاط اللي حكيناهم كلهم حد الان كلهم تكرار لما كون نتحدث عن articles ذا والآ والآن لما كون نتحدث عن this that these those أس الملكية صفات الملكية نفس القصة كلهم بدهم اسم واذا لقيت اسم بخط صفة واذا لقيت صفة بعد الفراغ بالضبط بخط adverb هاي كل القصة اللي بنحكي فيها وكمل لسه فيه كمان عندي نقطة خامسة طبعا بعد احرف الجر طلع لي احرف الجر طبعا احرف الجر كثار مش بس هدول بس انت كطالب توجيهي اعرف هدولا والله يا رب يعطيك الصحة والعافية ليش منك اكثر من هيك لنحط لك نقطة في النهاية انه في غيرهم بس انت من نسبة لك اعرف هدول وانا كثير مبسوط منك طلع لي احرف الجر in معروف on for by with of without at about under such as from over في غيرهم انا بس بدي هدولا نفس القصة هدولا حروف الجر بدهم ناون واذا لديت ناون بحط adjective واذا لديت adjective بحط adverb قززتك انا عارف بس ما عليش بديك تحفظهم انا طبعا هدولا جملة 32 the manager's proposal was accepted with which showed how great it was نشوف ما يقول راك الجملة طويلة ولا صعبة ولا ما بهمني الحكي هذا انا هاي اللي بهمني هاي الفراغ شو هاي with شو with harger كتير حلو اللي شو بدها انتهى الموضوع بدها ناون هاي خلصت مصلحة اتفقنا تلزمنيش انا بدي ناون بتطلع بعد الفراغ هالكلمة which هي ناون لا هالكلمة which هي adjective لا كون ومش ناون ومش adjective بثبت الناون خلص معتوا من الخيارات اللي بعطيني اياها بختار الناون والله اعطيك الصحة تمام شو اللي بعدها the manager's proposal was accepted with فراغ approval نفس السلافة هاي with حرف جر محدد اسم اللي بده ناون صح؟ انتهى دورها لا انا بدي ناون لكن يا ربي كلمة approval هل هي ناون؟ تذكروا اللي ما حكينا اللي بتنتهي بال دائما adjective ما عدا شوية شواذ هاي من الشواذ اذكرت سؤال وزارة وبالتالي اذا انت مش عارف انه كلمات معينة بتنتهي بال ايقل بتكون ناون انت بجوز تفكرها adjective وبالتالي جوابك هاي بدي يكون شو؟ adverb وبالتالي بطلع جوابك غلط عزيزي هنا كلمة approval الموافقة اللي معناها موافقة صح بتنتهي بإيقل بس هاي من الشواذ اللي هي شو اذا بتتذكر هاي ناون تذكر؟ وبالتالي انا بدي ناون وفي ناون ناون مع ناون بتروح معي adjective اذا هون انا بدي اختار adjective اختار الصفة تمام؟ شوي اللي بعديها The manager's proposal was accepted with فراغ unanimous approval نفس القصة هاي الوذ اللي وش ودها؟ الوذ ودها ناون انتهى دورها طلع علي بعد الفراغ unanimous unanimous بهمني اش معناه متروح تقولي شو؟ يا زي ما بعرفش معناها وبديش عرف معناها لكن انا بعرف شو هي OUS بعرف شو هي OUS يعني adjective اذا هي adjective صح؟ وبالتالي انا بدي ناون كونو بدي ناون وهاي adjective كونو بدي ناون وفيه adjective بتروح معي adverb اذا انا هون شو بدي اختار؟ بدي اختار ال-adverb تمام؟ للعلم بس synonymous معناها بالاجماع approval موافقة يعني القرار هذا وافقوا عليه بالاجماع الاغلبية رفعوا اوديهم موافقين وبالتالي قرار تم اتخاذه بالاجماع الكلام واضح يا جماعة صح؟ عرفت شو اهمية الشواذ اللي كنا نحكيهم يعني الشواذ بس احكي لك اياهم مش بكون اتسلى ولا بضيع وقت ولا بستعرض لا ورب الكعبة ممكن يجيب لك اياهم في الوزارة وبالتالي انا ليش يعني اخسر علامات بس في سبيل ما احفظش اكيمكن من انا بحفظهم بريح راسي انا صح؟ وبالتالي لو جاب لي اي سؤال انا بكون مستعد واجاهز ما بحكي ضربونا في الامتحان ما ضربونا؟ ما بخلي حد يضربان عندي الموضوع الحال اللي بعديها بالله حال السادسة طلع بعد المحددات محددات انجليش يعني determiners محددات determiners طبعا هاي الارقام بس عشان تكون مكوحة طب هاي الارقام و هاي الارقام طب شو بتفرج عزيزي هاي الارقام one two three four five six كمل هاي اسمها cardinal numbers cardinal cardinal numbers ارقام عادية هاي first second وكمل third fourth fifth sixth هاي اسمها ordinal numbers ارقام ترتيبية مو في النهاية هي ارقام ارقام عادية ترتيبية ما بتفرجش معي كمل any many few أو a few ما بتفرج معك few لا a few little a little برضو ما بتفرج معي some all no other another هاي اسمهم determiners معناته احنا خلاص وصلنا لقناعة دائما بعد determiners انا بدي noun with a fenoun بتروح معي adjective طب واذا فيه adjective يا زلمي بتروح معي adverb يزموا والله كله تكرار والله ما فيه اشي صعب شوف لي هالمثال many many have to use a car to travel to work نشترا سؤال اشتقاء هاي الفراغ شو هاي many many اللي هي من المحددات تمام؟ كونها محددات يعني شو بدها؟ يعني بدها noun صح؟ انتهى دورها ها؟ بتطلع بعد الفراغ هل كلمة هاذ هي noun؟ لا فعل هاذ هل هي adjective؟ ايه برضو لا وبالتالي لا هي noun ولا adjective بنثبت النون من الخيارات نختار النون وصل الله وبارك تمام؟ شو البعدي هام؟ many people have to use a car to travel to work نفس القصة هاي المني اللي شو بدها؟ بدها noun انتهى دورها عندي people people شو هي؟ noun رابع جيم عافية الله كلمات الأساسية انا هون noun انا بدي noun وفي noun طب noun مع noun تروح معي adjective اذا انا بدي اختار هون شو؟ بدي اختار adjective من الخيارات بنتش ال adjective نتش شو اللي بعدين هاي مني؟ نفس القصة اللي شو بدها؟ بدها noun انتهى دورها شو عاجب عاديها؟ ريتش انا بدي كلمات الرابع جيم لازم تقراهم الكلمات هاي لازم صراحة لازم تقراهم لازم تقراهم وبالتالي هاي adjective وبالتالي انا بدي noun وفي adjective انا بدي noun وفي adjective بتروح معي مباشرة adverb اذا مباشرة بختار ال adverb والله يعطيك الصحة والعافية تمام؟ نعم شو اللي حال اللي بعديها؟ بعد الصفات بعد الصفة طبعا عارفين الصفة انا كيف احددها؟ مقاطع الصفة يعني مش كالصادي هنا بعض الصفات طبعا اكيد بعض الصفة شو بدي يكون؟ بدي يكون noun واذا في noun adjective واذا في adjective adverb يعني مش اشي جديد السبع نقاط كلهم repetition كله تكرار باس ولا اشي جديد طلع لباللهي جملة 38 The noise of the traffic is a continual فراغ بدي حدد الفراغ هاي الفراغ شو قبله؟ continual continual يعني مستمر يعني al al يعني صفة صح؟ اذا هي هي هاي الكلمة هي adjective الكلمة adjective الكلمة مش الفراغ هي adjective صح؟ طب احنا متفقين بعد ال adjective انا شو بدي؟ بعدها بعد الصفات شو بدي؟ انا بدي noun مش هيك القصة؟ اذا هاي شو هي؟ adjective طب ال adjective شو لازم يجي بعديها؟ بدها noun صح؟ اذا هون ثبتنا noun طب الى مصلحة فيها؟ انتهى دورها زيها زي غيرها مصلحة بس تحدد لي شو بدي بعدها؟ وبقول الله معك مع السلامة خد تاكسي وعد دار تلزمنيش خلاص اذا هون شو بدي؟ بدي noun تمام؟ طيب يا ربي اجاب عديها اشي؟ اجاب عديها نقطة فكر يعني ولا اشي لا noun ولا adjective بثبت النوم خلص القصة من الخيارات بختاري النوم وصلى الله وبرك تمام؟ شو اللي بعدية؟ أمجد attended different courses in English طب فايل فراح شو قبلو؟ كلمة different يجمعة different هي adjective هي adjective en-t adjective أنا ما بدي هي بدي اللي بعديها بدي شو بيجي بعديها؟ كونها adjective شو بيجي بعديها؟ بيجي بعديها noun طب إلك مصلحة فيها؟ لا طبعا ما لي مصلحة حددت لي شو بعديها؟ قول الله معك مع السلامة تمام؟ إذا هون اصلا أنا بدي noun تمام؟ بغض نظر عن اللي قبل ها انسا طب طلالي بعد الثراغ شو هاي courses على فكرة هاي ابن الرابع جيم courses courses يعني noun طب يا ربي noun مع noun على السريع بتروح معي adjective قولي طب قبلها إذا ما شو بدك في اللي قبلها؟ قول الله عليك اللي قبلها أنا بستفيد منه بس يحددلي الفراغ شو بده؟ تمام؟ حددت لي بدها noun انتهى دورها تمام؟ شو هاي noun؟ طب noun مع noun noun مع noun بتروح معي adjective بغض النظر عن اللي قبلها ملكاش علاقة في اللي قبلها إذا بتحط adjective وانت ساكت كلامي واضح؟ طب 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 في حالة أخيرة şeyi نحكيها اليوم طب على الحالة الأخيرة احنا نلاحظوا بكل الحالات اللي قبل الفراغ قبله إشي صح؟ الفراغ كان قبله كلمة الفراغ قبله إشي كله هنا قبلوا حرف جر قبلوا هز هنا قبلوا اس ملكية هنا قبلوا اسم إشارة هنا قبلوا سفة ملكية هنا قبله ذا، صح؟ طب افترض ان provision الفراغ الجاء في البداية طلع هذا اللي نحكي طلع إذا كان الفراغ في بداية الجملة في البداية عاوش يعني في البداية؟ عشان بس أوضح لك الصورة هيك بشكل واضح لما أحكي في البداية لما أحكي إذا كان الفراغ في البداية بمعنى يعني يا إما فعليا هو جاي في البداية هاي الجملة أولها الفراغ هذا جاي في البداية صح معناته أولا ما أحكي إذا كان الفراغ في بداية الجملة يا إما بيكون في البداية فعليا الجملة بتبلش زي هاي الجملة بلشت بفراغ يا في البداية فعليا صح أو بجوز إلى هشكل آخر إذا كان الفراغ في البداية على فكرة فراغ في البداية ممكن تكون الفراغ في نص الجملة عادي هاي الفراغ في النص قبله بالضبط أي علامة ترقيم نقطة ولا فاصلة ولا فاصلة منقوطة ولا تعجب ولا سؤال وهي فراغ صارت هاي علامة الترقيم تفصل الجملتين الجملة اللي قبل والجملة اللي بعد كونه الفراغ هذا قبله علامة ترقيم معناته جاي في البداية كلامي واضح معناته أنا لما أحكي هنا إذا كان الفراغ في بداية الجملة معناته أنا لما أحكي بداية الجملة بقصد فيها شغلتين يا إما بداية الجملة فعليا هاي في البداية جاي يا إما الفراغ يكون في النص بس قبله بالضبط أي علامة ترقيم شو ما كانت وبالتالي بالحال هاي الفراغ صارت بداية الجملة كلامي واضح هسنا الفراغ في البداية له أربع حالات طبعا حنقصر أطلع علي قبل الفراغ مش هيك لكن لما يكون في البداية فيه قبله إشي طبعا لا وبالتالي بالحال هاي أنا مجبور أطلع وين اللي بعد الفراغ بالضبط ما شو بدي أعمل طب أنا صح أول حالة إذا لقينا فاصلة بعد الفراغ بالضبط فاصلة كانت جملة وفاصلة فراغ وفاصلة لقينا فاصلة بدون ما تفكر بالله عليك بدون تفكير طالبك حط ظرف مباشرة بدون تفكير تمام طلع لي هالمثال جملة أربعين هاي الفراغ شايف هاي بجوز بشي مبينة معاك هاي في فاصلة هنا عافية الله هاي فاصلة فراغ في البداية وفاصلة هاي الفراغ في البداية وفي فاصلة أقول لك Our suggested plans are for building a new hospital فراغ في البداية وفاصلة بدون تفكير أنا بدي أدفرب مباشرة أنا بدي ظرف بدون ما أفكر بدون تمام حاب أحكي لك ليش يعني حاب تعرف ليش أقول لك ليش هسا عادة الأدفرب بيعمل موديفكيشن للأكشن الأدفرب بيعمل موديفكيشن للأكشن في السنتنس الأكشن اللي بيحمله الفعل صح وبالتالي أصلا 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 الظرف دايما بوصف الفعل وبوصف الصفة أما يكون هنا جملة أولها فراغ وفاصلة اللي معناته أنا هذه الفراغ الفراغ والفاصلة هاي بيكم فيねぇ توصف الفعل اللي هون كونو بدأ أوصف الفعل طب شو الليشي ليبوصف الفعل اللي هو الأدفرب عشان هيك لازم يكون عندي هون أدفرب دايما في ناس راح أقول لك لازم بعد الفاصل يكون عندي ضمير ولا جملة إسمية ولا جملة فعلية ولا انسى اللي حكيي ياهدر بليز لو سمحت انسى الموضوع خلاص فراغ في البداية فاصلة حضر اي بلاش؟ طلع حالة ثانية اذا كان الفراغ في البداية طب ده في البداية ولقين اسم بعد الفراغ لقين اسم خلص ولقين اسم بحط صفة وانا كيف بده اوصف الاسم؟ صح؟ مش قبل الشيكونا نحكي مثلا الذاب ده اسم وده لقين اسم شو بحط صفة؟ نفس القصة بحط شو؟ بحط صفة خلصت طلع لي هالمثال فراغ تكنولوجي هاي الفراغ في البداية في فاصلة دور معي فيه لا والله ما فيه لكن لو كان فيه بحط adverb صح؟ لكن ما في فاصلة بلاش؟ بطلع على اول اشي بعده هيا تكنولوجي جي واي يعني ناون كونه ناون؟ انا بدي هنا adjective اذا بختار الادجكتف كلام واضح طب اذا لقيت بعد الفراغ adjective كونه ادجكتف كونه ادجكتف بدي حط adverb خلصت طب شو مكتوب؟ اما اذا كان الفراغ في بداية الجملة وجدنا صفة بعد الفراغ لقيت ادجكتف خلاص يا زلمي كونك لقيت ادجكتف حط adverb بدهاش قصة يعني؟ طلع الفراغ في البداية ما فيه فاصلة طب شو بولك فراغ؟ انتراكتف تكنولوجي gives the chance to change the way things happen فراغ في البداية واجه بعده كلمة انتراكتف انتراكتف يعني adjective كونه ادجكتف ماتوا هنا اكيد شو بدي؟ اكيد بدي adverb واضح الكلام شوف اخر حالة طب يا عزيزي اذا كان الفراغ في البداية وماجهاش بعده لا فاصلة موه لو فاصلة لو كان فاصلة بحط ظرف صح؟ ولا اسم موه لو اسم بحط صفة ولا صفة موه لو صفة بحط ظرف يعني الفراغ في البداية واللي بعده بالضبط له فاصلة ولا اسم ولا صفة شو اعمل انا بالحالة هاي؟ مور بسيطة طلع اجه بعده لا فاصلة ولا اسم ولا صفة بالحالة هاي انا بالفراغ بدي احط ناون ع اساس انه سبجكت للسنتنس فاعل وبالتالي انا بدي ناون تمام؟ طلع عليها المثال هاي الفراغ في البداية اللي اجه بعده بالضبط الاز يا جماعة الاز هل هي فاصلة بسمة نكرة؟ اكيد لا طب هل الاز هي ناون؟ لا طب هل الاز هي adjective؟ اكيد لا كون الفراغ في البداية وبعده مش فاصلة مش اسم مش صفة بدون ما تفكر حط اللي ناون عشان يكون subject لهاي السنتنس ما هذا فعل؟ الفعل بده فاعل الفاعل يعني ناون عشان هيك انا بدي اختار الناون كلام واضح صح؟ افكرة الامور كثير بسيطة بس بدها شوية دراسة بعد اذن عطوفتك لو سمحت تمام؟ حسان عشان تأكد انه احنا ماشيين صح ومنشتغل امورنا تمام؟ عمل لك انا هنا يعني شوية هاي كا وركشيت هاي كا من اكسوسايز هاي كا من جملة هاي كنا نتدرب عليها ادوياك ونشتغل ونحلهم ادوياك سوا تمام؟ طيب بس انا اللي بدي اياه منك لو سمحت انا بدي احلهم بسا وفاسترلك اياهم بس انا بدي انت توقف الفيديو حلهم لحالك بعدين تبع معي واشوف الحل تبعك طلع صح ولا غلط تمام؟ نقول يا رب طلعنا الجملة 44 طلع من الخيارات طلع الخيارات شو عندي انا بالخيارات طلع سكساس سكسسفول سكسيد سكسسفولي امبين من الخيارات انه هاد سؤال اشتقاق تذكر لما حكينا اول قلنا احنا سؤال اشتقاق بحدد انه سؤال اشتقاق شغلتين الخيارات نفس الكلمة بس بغير السافيكس الاخير ولا واحد من الخيارات مسبوق بأي فعل مساعد وبالتالي كونه انطبقت الشرطين اذا هذا لازم الشرطين مع بعض معناته هاد سؤال اشتقاق تمام؟ كونه سؤال اشتقاق انا بحله بالطريقة البسيطة لويش انا اصعب لامور عحالي هاي الفراغ شو قبله ذا الذا شو بدها بدها ناون انتهى دورها صح؟ انا بديك حل معي حل معي بدها ناون انتهى دورها which هل هي ناون؟ لا هل هي adjective؟ لا بثبت الناون وين الناون بالموضوع؟ عزيزي هاي ظرف مش هي هاي تذكر succeed قلنا هي فعل تذكر مش هي full adjective مش هي ESS هي اذا هذا جوابي يعني بساطة طلع اللي بعدي هاي في كلام معظم الاسئلة هاي بالاسئلة اسئلة وزارة عشان انت بس تكون يعني شوي ثقة بالنفس هيك انا بدي ابني عندك ال self confidence هاي اسئلة اسئلة وزارة تمام؟ وبتالي هاي هاي مستوى اسئلة وزارة ما تفكر ان شي صعب انت قدها عزيزي قدها وزيادة كمان طلع احمد زقفر of the project was beneficial نبين سؤال اشتقاق طلع هاي اسئلة ملكية صح؟ كونها اسئلة ملكية شو بدها؟ بدها ناون انتهى دورها ال of هل هي ناون؟ لا adjective لا معتوا بثبت الناون بساطة وين الناون في الموضوع؟ طلع هاي ال y مش هي ضرف b l e adjective مش هي e d hi adjective هنا meant meant assessment لمعنى تقييم للعلم تقييم assessment وبالتالي هاي الناون اذا هذا جوابي يعني بس مشان الله تجاوب طلع اللي بعدها the year 1951 witnessed شهدت the of king abdullah the first the هاي عندي the اللي شو بدها؟ بدها ناون انتهى دورها هل ال of هي ناون؟ لا adjective لا بثبت الناون وين الناون في الموضوع؟ أكيد assassination شن شن المقطع شن على فكرة حتى وأنا مش عارف معناها بجاوبها لكن للعلم حكي لك معناها أنا للعلم assassination معناها اغتيال تمام؟ إذن هاي جوابي شوفوا اللي بعديها I will buy this فراغ book نفس القصة هاي this اللي بدها تذكروا هاي من أسماء الإشارة اللي بدها ناون انتهى دورها شو جا بعد الفراغ بوك اللي هي ناون؟ تب ناون مع ناون بتروح معي adjective إذن خلص أنا بروح بختار adjective وين adjective في الموضوع؟ أكيد important طبعاً أكيد هاي ANCE ناون مش هي الي ضرف مش هي أكيد هذا جوابي يعني أمور كثير بسيطة يا جماعة شوفوا اللي بعديها my فراغ for your kindness is great هاي my اللي بدها تذكروا هاي صفة ملكية اللي بدها ناون انتهى دورها for هل هي ناون؟ لا هل هي adjective؟ لا بثبت الناون الناون أكيد من هذولا أبو الشن أكيد admiration you know admiration إعجاب وبالتالي أكيد هذا جوابي يعني شوف اللي بعديها the manager's proposal was accepted with فراغ approval هاي الwith حرف جر اللي شو بدها؟ بدها ناون انتهى دورها صح؟ بتطلع بعد الفراغ عندي approval لكن لا تخدعك كلمة approval أسرة وزارة لا تخدعك كلمة approval approval هي ناون طب ناون مع ناون بتروح معي adjective ناون مع ناون تروح معي adjective إذا أكيد أنا بدي أختار الادجكتف طلع طلع بهاي ممكن لحد يقول طب شوي احنا كيف عرفنا الادجكتف؟ يا زل من والله الأمور بسيطة طلع أوشي نس هاي مش هي نس مقطع نس مقطع اسم مش هي الواي مش هي طب أنا كيف عرفت انه هي؟ عزيزي أنا بعرفها بشغلتين أول شي يعني مش هاي مش هاي معقول مش هاي يعني معقول معطيني جواب مش موجود يعني وبتالي أكيد هي هاي شغلة شغلة ثانية تتذكر لما حكيانا زمان أي آدفرب أي آدفرب شيل منه الواي آدفرب شيل منه الواي شو برجع؟ adjective صح؟ مش هاي آدفرب شيل منه الواي شو بترجع؟ يونيك يعني adjective وبالتالي هايها اذا هذا جوابي الادجكتف يونيك شري فريدة من نوعها واضح كلامي جل بانيها سلما شود an element of فراغ in her work هاي عندي of اللي بدها noun الان لا هي noun ولا adjective لا هي noun ولا adjective ثبت النون انتهى وين النون في الموضوع؟ أكيد ابو الشنهاي disorganization وبالتالي أكيد هالجوابي disorganization يعني عدم انتظام طلع اللي بعدها كل هاي اسئلة وزارة انت بجوز بتحل و مستغرب معقول هيك الوزارة اه سيدي هي مستواها نشوف نشوف the noise of the traffic is a continual فراغ continual al يعني adjective هي adjective هي أنا ما بدي يا هي أنا بدي لي بعديها صح؟ دائما بعد الادجكتف بيجي عندي noun انتهى دورها تمام؟ طب يا ربي أجى بعديها اشي ولا اشي بعديها بثبت النون وين النون في الموضوع؟ disturbance هذا الجواب من أكيد هاي فعل هاي ايدي adjective and disturbance معناها ازعاج disturbance طلع اللي بعدها فراغ is better than cure الفراغ في البداية حلو اللي بعده بالضبط أجى بعد الفراغ ال is يا جماعة الخير ال is هل هي فاصلة؟ هل هي اسم؟ هل هي صفة؟ كون الفراغ في البداية وبعده مش فاصلة مش اسم مش صفة بثبت noun وخلص وبالتالي وين النون؟ prevention تصير prevention is better than cure درهم وقاية يعني يقابلها بالعربي خير من قنطاري علاج 54 برضو نفس القصة الفراغ في البداية لكن شو هاجه بعده؟ فاصلة بدون تفكير أنا بدي adverb بدون ما أفكر خلص وبالتالي ironically هذا جوابي طالب الجملة شو بتصير؟ ironically يعني لسخرية الأقدار بشكل مثير للسخرية the old woman was risked by her bitter enemy آخر جملة Jordanians are an سؤال وزارة فراغ peace loving people هاي الفراغ شو قبلو؟ an an تذكروا من الarticles اللي بدها ناون صح؟ انتهى دورها طلع بتطلع بعد الفراغ طب يا ربي أنا أطلع بس على كلمة peace لحالها ولا peace loving عزيزي الكلمتين هذول بناتهم شحطة شايفها الهايفن؟ لما يكون أي كلمتين بناتهم شحطة يعني وصلة يعني توصلهم مع بعضين صاروا كلمة وحدة وبالتالي هاي كلها كلمة وحدة هاي كلها تمام؟ وبالتالي الكلمة الوحدة اللي بحدد آخر شي انتهت فيه ing تذكروا قلنا إذا لقينا بعد الفراغ ing بتكون adjective إذا بعد الفراغ ing بتكون adjective صح؟ طب أنا هنا بدي noun وفيه adjective شو بتروح معي؟ بتروح معي adverb وبالتالي الجواب بدي يكون adverb قرأتها بس اسم هاي increasingly 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 مش increase وهي اسمها increase على فكرة ما في ابو حمزة ما في increase إلا بس بالجوردانيان انجليش احنا علموني هالزمان قال لما تكون فعل بتكون increase لما تكون اسم بتكون increase طبعا لا على فكرة الحكي بالطبق على كلمات معينة يعني مثلا advise advise use بس ما لهاش علاقة ب increase or decrease يعني سواء كانت اسم increase فعل increase صفة increasing ظرف increasingly وبالتالي دائما increase إذا جوابي أكيد يكون increasingly أعتقد بعد بحلين هاي الأسئلة اللي كلها أسئلة وزارة أعتقد أنت نفسيا يعني هيك يعني ثقتك بنفسك زادت شوي صح؟ أذكر الموضوع كثير بسيط أنا بس هالحكي ديك تعرف وتتأكد منه وتكون على يقين مطلق أنه هذا الحكي سهل لكن بدي منك لو سمحت الإشي اللي حكينا تدرسه من الحصة الجاي إن شاء الله رحين نكمل المسيرة تبعتنا تمام؟ إلى ذلك الحين هذه تحياتي شكرا 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 شكرا